يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين سلام عليكم للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجفي وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاها والقذارة واللصوصية الحلقة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الفاتحين الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا عنواننا الكبير أما الصغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي حدثتكم في عشر حلقات وفصلت القول لكم في مستويات الشذوذ الجنسي الظاهرة بوضوح في المذهب الطوسي القذر المستوى العقائد الفكري المستوى الفتواء المرجعي المستوى الثقافي الوجداني المستوى الواقعي العملي المستوى الخامس الذي حدثتكم بخصوصه في الحلقة الماضية المستوى الاجتماعي والمجتمعي والسياسي العام ما يحوط بالمؤسسة الدينية الطوسية كل هذا تقدم الكلام فيه ولا أريد أن أعيد شيئا منه لكنني سأحدثكم تحت نفس العنوان المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي سأحدثكم تحت هذا العنوان قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية وهذا هو القسم الأول قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية لأن المذهب الطوسي مذهب عباسي ممتياز ولذا سألقي نظرة على أمثلة على لقطات من الواقع العباسي الأول وهو واقع لوطي شاذ جنسي قذر إلى أبعد الحدود من أمراء المأبونين الذين يقال لهم أمراء المؤمنين من أمراء المأبونين إلى أصغر واحد في السلك العباسي القذر الوسخ النجس إنهم أبناء منظومة خبث الولادة وهذا شيء طبيعي جدا مثل ما شرحت لكم وبينت لكم في الحلقات الأولى من أيام هذا الشهر الشريف حيث ميست لكم بين منظومة طيب الولادة التي هي منظومة تابعة لمحمد وآله أما المنظومة الثانية وهي منظومة خبث الولادة فإنها تابعة لإبليس وآله والعباسيون جزء أساسي في هذه المنظومة ومن هنا فإن القذارة في المذهب الطوسي القذر قذارة عباسية بامتياز الكتاب الذي بين يدي هو الكامل في التاريخ وهو من كتب مخالفي العترة الطاهرة المتوفى لمؤلفه ابن الأثير المتوفى سنة ستمية وثلاثين للهجرة هذه الطبعة طبعة داري الكتب العلمية بيروت لبنان وهذا هو الجزء الخامس صفحة أربعمية وعشرة أأخذ لقطة من الخليفة العباسي الأمين إنه الأمين ابن هارون ابن هارون الرشيد العباسي تحت هذا العنوان ذكر بعض سيرة الأمين ابن الأثير يشير إلى أمثلة ذكر بعض سيرة الأمين هكذا يقول ابن الأثير لما ملك الأمين في بغداد وصار خليفة بعد موت أبيه هارون لعنة الله عليهم جميعا لما ملك الأمين وكاتبه المأمون المأمون كان في خراسان لما ملك الأمين وكاتبه المأمون وأعطاه بيعته المأمون بايع أخاه الأمين بعد ذلك حدث الخلاف لما ملك الأمين وكاتبه المأمون وأعطاه بيعته ماذا فعل الأمين طلب الخصيان وأتباعهم جموع الشاذين جنسيا وغالا فيهم غالا فيهم في الاعتماد عليهم وفي تقريبهم منه وفي تسليطهم على شؤون الناس وفي الإغداق بالأموال الهائلة عليهم فصيرهم لخلوته ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهيه جعل كل الأمور بأيديهم بأيدي الشاذين جنسيا وفرض لهم فرضا سماهم الجرادية وفرضا من الحبشان سماهم الغرابية ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمى بهن رمى بهن أبعدهن عن قصوره ومجالسه هو قيل في الأشعار هذا الشعر يخاطب هارون الرشيد في قبره يخاطبه من بغداد لقد أبقيت للخصيان هقلا الهقل هو ابن النعامة ويقال للشاب الأحمق للشاب الذي لا حكمة عنده للشاب الفاجر الفاسق لقد أبقيت للخصيان هقلا يحمل منهم شؤم البسوس فأما نوفل هذا أحد الشاذين جنسيا فأما نوفل فالشأن فيه له المنزلة العالية وفي بدر هذا مأبون آخر فيا لك من جليس لقد أبقيت للخصيان هقلا يحمل منهم شؤم البسوس فأما نوفل فالشأن فيه له المنزلة الحال هو هو القوادون هم الذين يكرمون من قبل المرجعية في النجف وقد عرضت ما عرضت عليكم من الوثائق قناة القمر تحارب لأنها لم تختر الاختيار الصحيح ما صرنا قواويت اخترنا الاختيار الخاطئ ذهبنا باتجاه إمام زماننا فهذا اختيار خاطئ بالنسبة للمرجعية في النجف إنها مرجعية طوسية عباسية قذرة إلى هارون لقد أبقيت للخصيان هقلا يحمل منهم شؤم البسوس فأما نوفل فالشأن فيه وفي بدر فيالك من جليس وما للمعصمي شيء هذا مأبون آخر وما للمعصمي شيء لديه إذا ذكروا بذي سهم خسيسي وما حسن الصغير أخس حالا لديه عند مخترق الكؤوس لهم من عمره شطر وشطر كل الوقت لهم يعاقر فيه شرب الخندريس والخندريس الخمرة المعتقة لهم من عمره شطر وشطر يعاقر فيه شرب الخندريس وما للغانيات الغانيات النساء الجميلات ويقال للمرأة الجميلة غانية لأنها غانية غنية بجمالها وحسنها فالغانية هي الغنية فهي غنية بجمالها وحسنها وما للغانيات لديه حظ سوى التقطيب والوجه العبوس لأن الأمينة كان كان يكره النساء وكان يحب اللواطين والمأبونين يلوطون فيه ويلوط فيهم إنه أمير المؤمنين هنيعا للمسلمين بأمراء المؤمنين ماذا أقول وقد مر الحديث عن الأئمة صلوات الله عليهم من أن الذي يلقب بهذا اللقب من دون علي بن أبي طالب فإنه سيبتلى بداء أبي جهل وأبو جهل كما يقولون أتباع سقيفة بن ساعدة هو خال الخليفة عمر وما للغانيات لديه حظ سوى التقطيب والوجه العبوس إذا كان الرئيس كذا سقيما فكيف صلاحنا بعد الرئيس إذا هي الرأس خائسة فماذا سيكون حال الزيول ثم وجه أمير المؤمنين الأمين الأمين المأبون ثم وجه إلى جميع البلدان بعث وراء رواد الفضاء عفوا بعث وراء العلماء اشتبه علي الأمر لأنني في الحلقة الماضية حدثتكم عن حسين الصدر في الكاظمية وهو يتحدث إلى رواد الفضاء العراقيين في وكالة هيم واللبن وكالة الفضاء العراقية التي أسست بإشراف المرجعية الرشيدة ومباركتها وكالة الامحابس العراقية ثم وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين الذين يمارسون اللهوة والفساد في طلب الملهين وضمهم إليه وأجرى عليهم الأرزاق واحتجب عن أخويه وأهل بيته واستخف بهم بأهل بيته وبقواده بقواد الجيش هذا هو القائد العام للقوات المسلحة إنه أمير المأبونين إنه أمير اللوطيين أمير المؤمنين الأمين الأمين العباسي وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته من الجواهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه الذين هم قومه من اللوطيين والمأبونين والذين يفعلون فيه ويفعل فيهم وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته وموضع خلواته ولهوه ولعبه وعمل خمسة حراقات الحراقات هي السفن التي تتحرك في نهر دجلة وعمل خمسة حراقات في دجلة على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس وأنفق في عملها مالا عظيم عمل سفنا كما يقال في أيامنا يخوت هذه تكون للنزهة وليست للأعمال التجارية أو للنقل والانتقال الحراقات هذه بمثابة اليخوت وعمل خمسة حراقات لأنه يذهب هو والمأبونون واللوطيون والمضرطون وجمع حوله الملهين الملهين هم المضرطون الذين يعزفون له الموسيقى من أدبارهم هؤلاء هم الملهون ثم وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمهم إليه وأجرى عليهم الأرزاق هؤلاء هم المضرطون صنف منهم وكانوا جزءا من حاشية خلفاء العباسيين في حاشية هارون والذين سبقوا الأمين لم يأتي بشيء جديد لكنه غالى بهذا الأمر فأظهره أمام جميع الناس الذين سبقوا والذين جاءوا بعد كانت هذه الأمور تجري في المحوطة الرئاسية لأن قصورهم كانت معزولة عن الناس هكذا فعل المنصور حينما بنى بغداد صنع له منطقة خضراء خاصة بالعباسيين وهي بعيدة عن أحياء عامة الناس وتوجد فاصلة فيما بين قصور الخلفاء المحوطة الرئاسية وبين سائر الأحياء والأسواق الأخرى لكن الأمين أظهر الأمر علنا حيث طرد النساء من قصره وجمع الشاذين جنسيا حوله لأنه كان مأبونا إلى أبعد حات فما كان يكفي أن يفعل فيه في قصوره صنع له متنزهات أماكنا يتنزه فيها في البساتين والحدائق ثم صنع له يخوتا حراقات وعمل خمس حراقات في دجلة على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس أسد وفيل وعقاب وحية وفرس هذه يخوت أمير المأبونين وسيد اللوطيين الأمين العباسي أحفاده أحفادهم هم الذين أسسوا لنا مذهبنا العظيم المذهب الطوسي القذر ابن الأثير نفسه هذا السني النصبي هو يقول ذكروا بعض سيرة الأمين كانوا يتحاشون أن يذكروا كل التفاصيل لأنهم لا يريدون أن يفضحوا خلفاءهم إلى ذلك الحد البعيد لكنهم مضطرون إلى ذكر مثل هذه المطالب لأن جميع الناس في ذلك الزمان يعرفونها وهي موجودة في كتب التعريخ العباسيون العباسيون على نهج الأمويين وفساد الأمويين لا يختلف كثيرا عن فساد العباسين وهكذا حتى نصل إلى سقيفة بني ساعد ألا لعنة الله عليها فالعباسيون من ثمار تلك السقيفة كما هم الأمويون من ثمار تلك شجرة الملعونة الشجرة الملعونة في القرآن ما هي بن أمية وإن ذكر هذا في رواياتنا الشجرة الملعونة هي سقيفة بني ساعدة بن أمية من ثمار تلك الشجرة والعباسيون من ثمار تلك الشجرة الملعونة ألا لعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم نذهب إلى فاصل سبحانك يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحیيت والسلام يا رب القدرت فلعنام سبحانك يا رب الغام حين اعترض العباسيون على المأمون فيما رتبه من ولاية العهد لإمامنا الرضا وأجبر الإمام الرضا عليها حكاية مفصلة تترك لوقتها وشأنها ومضانها أرسل المأمون رسالة إلى أعمامه إلى أهل بيته من العباسيين اللعناء الرسالة أقرأ ما أقرأ منها من الجزء التاسع والأربعين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الرسالة تبدأ من صفحة ميتين وثمانية لكنني أقرأ عليكم من صفحة ميتين وثلاثة عش يقول لهم في رسالته إلى عمومته العباسيين همة أحدكم أن يمسي مركوبا هذه ظاهرة واضحة كانت في العباسيين هم هم يعرفونها عن أنفسهم والبعيدون عنهم يعرفونها عنهم أيضا وقرأت عليكم مثالا من كتب التأريخ أنا لست في مقام التتبع لهذا الموضوع إذا أردت أن أتتبعه في كتب التأريخ والسير والتراجم والآداب أحتاج إلى سنة كاملة من الحلقات لأنني قطعا سأنتقل إلى المذاهب الأربعة التي كتبها وتأريخها مشحون بالقذارة نفسها مثل ما هي القذارة عندنا في المذهب الطوسي القذر العباسيون قذارة والمذاهب العباسية قذارة أيضا هذا المأمون يقول لهم همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا ذكرت لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه من بات سكرانا بات عروسا للشيطان فهؤلاء العباسيون يعرس عليهم الإنسان والشيطان ويلوط فيهم الإنسان والشيطان لأن الشيطان يلوط في الإنسان ولذا مر علينا في الروايات من أن الذي يرضى أن يقال له أمير المؤمنين من دون علي بن أبي طالب يصاب بأبنة أبي جهل خالي الخليفة عمار يصاب بأبنة أبي جهل فإن لم تكن فيه فإنه سيبتلى بها سيبتلى بها الشيطان يلوط فيه ليس بالضرورة أن الإنسان يلوط فيه الشيطان يلوط فيه همَّة أحدكم أن يمسي مركوباً ويصبح مخموراً تباهون بالمعاصي تباهون بالمعاصي تباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط البرابط الآلات الموسيقية البربط قد تطلق على العود وقد تطلق على الطنبور وقد وقد إنها الآلات الموسيقية وآلهتكم البرابط يذكرني هذا بمغني المقام الذين غنوا بأشعار مرجعنا العظيم الحبوب همَّة أحدكم أن يمسي مركوباً ويصبح مخموراً تباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط مخنثون مخنثون مؤنثون هذا المأمون يقول لأعمامي والمأمون كذلك لكنه يخفي هذا الأمر الفارق بين الأمين والمأمون كالفارق بين معاوية ويزيد مفاسد معاوية أكثر من مفاسد يزيد لكنه كان يخفيها ولذا فإن معاوية أخرج يزيد من دمشق لأن يزيد كان مجاهراً بكل فساده وقذارته ونجازته فقام معاوية بإخراجه من دمشق وأجبره بعد ذلك على أن يرافق جيشاً لفتح القسطنطينية ومع ذلك فإن يزيد ذهب مع قرادته ومع مخنثيه وجواريه وخموره للجهاد في سبيل الله قطعاً الفارق بين الأمين والمأمون هو هذا المأمون هو الآخر مأبون لأن الأمين والمأمون علمهما أكبر لوطي في ذلك العصر الكسائي أحد القراءة السبعة ما نحن نأخذ قراءة القرآن عن اللوطيين القراءة السبع أحد القراء الذين نأخذ بقراءتهم الكسائي قراءة الكسائي هي أحد القراءات السبع والتي يجيز المراجع الطوسيون القراءة بها في الصلاة عودوا إلى رسائلهم العملية مراجعكم الطوسيون يجيزون القراءة بالقراءات السبع وأحدها قراءة الكسائي الذي كان أكبر اللوطيين في عصره وفي زمانه لست أنا الذي أقول كتبهم كتب المخالفين للعترة الطاهرة كتب نواصبي سقيفة بني ساعدة سأقرأ عليكم الذي رب وعلم الأمين والمأمون الكسائي هذا فهارون أودع أولاده عند هذا الفرخ أؤمن البزون شحمه البزون يعني القط أؤمن البزون شحمه همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا تتباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط يا بني بربط أيها العباسيون مخنثون مؤنثون أيها الشيصبانيون الشيصباني هو هذا سأعود إلى معنى سأبين لكم أن معنى الشيصباني هو هذا سأعود سأعود إليه ربما في حلقة يوم غد إن سنح الوقت مخنثون مؤنثون لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشته وإنما التفكير باللواط بأدبارهم وكيف يستأنسون بأدبارهم أن يفعل فيهم أو أن يفعلوا في غيرهم فهم يلوطون ويلاط فيهم هؤلاء هم بنوا بربط بنوا الشيصبان والذين حدثتنا الروايات من أنهم سيعودون في آخر الزمان في الزمن القريب من عصر الظهور الشريف مخنثون مؤنثون لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا اصطناع مكرمة ولا كسب حسنة يمد بها عنقه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم المأمون لا يختلف عنهم مطلقا لكنه كان داهية ولذا يشبه في الدهاء بمعاوية أو بعبد الملك ابن مروان عبد الملك كان أفسد من أخوته ومن أولاده ولكنه كان يخفي فساده مثل ما كان يفعل معاوية أعظم خلفاء الأمويين دهاء معاوية وعبد الملك ابن مروان وأعظم خلفاء العباسيين دهاء الدوانيقي الدوانيقي المنصور والمأمون الخؤون العباسي ألا لعنة الله عليهم جميعا هذا كتاب المأمون إلى أعمامه هؤلاء هم أعمامه همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا تتباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط مخنثون مؤنثون هذا هو الواقع العباسي القذر الذي ينتمي إليه مذهبنا الطوسي النجس من هنا جاءتنا القذارة والنجاسة في هذا المذهب الوسخ إنه مذهب حوزة النجس مذهب مراجع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي اللعين مذهبه المشؤوم في النجف وفعل هذا عبر الحوزة المشؤومة القذرة إنها حوزة النجف وكربلة هذا الكلام من دون مجاملات ومن دون رتوش ومن دون مصانعات الكلام الصريح الواضح وأعتقد أن الوثائق التي عرضتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة في عشر حلقات مفصلة تكفي وتكفي وتكفي مع أن الكثير بقي عندي لا أجد وقتا لعرضه وهناك ما هو الأقبح والأقبح والأقباح القصيدة الشافية إنها قصيدة أبي فراس الحمداني الذي توفي سنة 357 للهجرة قتل في ريعان شبابه في بداية الثلاثينات من عمره في الثانية والثلاثين من عمره قتل أبو فراس الحمداني صراع على السلطة والحكم هذه القصيدة كانت جوابا على قصيدة لشاعر عباسي مأبون هو ابن سكر الهاشمي لكنه أي أبا فراس الحمداني لم يرد على القصيدة بشكل مباشر كان يحتقره نظم قصيدة سميت بالشافية هو أسماها غيره أسماها عرفت في كتب الأدب والتأريخ أقرأ أبياتا منها يقارن فيها بين آل محمد بين آل علي وبين آل بربط آل الشيصبان يقول لهم في بعض أبياتها القصيدة طويلة يا باعة الخمر يا آل بربط يا آل الشيصبان يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم عن فتية عن فتية بيعهم يوم الهياج دمو أنتم ملطخون بخموركم وحسينهم ملطخ بدمائه يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم عن فتية بيعهم يوم الهياج دمو خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا لباقرهم لصادقهم خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يوم الفخار وعمالين إن علموا لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا تنشى التلاوة من أبياتهم أبدا تنشى التلاوة من أبياتهم سحرا ومن بيوتكم الأوتار والنغم منكم علية هذه مغنية فاجرة من بني العباس من العباسيات أبو فراس يقول لهم منكم علية هذه الفاجرة من 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 هم فاطمة من سيدتهم صنوات الله عليهم من 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 وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لكم عباسي هذا ونصب للخلافة أياما هذا من أفجر الناس ومن أقبحهم ومن أقدرهم إبراهيم المغني العباسي منكم علية أم منهم وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لكم أم من تشاد له أم من تشاد له ألحان سائرة عليهم أمير المؤمنين عليهم ذو المعالي أم عليكم هذا علي العباسي ابن المعتضد وهو من أفجر خلق الله الذي يلقب بالمكتفي بالله هذا علي ابن أحمد أحمد يلقب بالمعتضد بالله وعلي يلقب بالمكتفي بالله قذارة في قذارة أم من تشاد له الألحان سائرة عليهم ذو المعالي أم عليكم إذا تلوا إذا تلوا شورة آل محمد غنى مغنيكم قف بالديار التي لم يعفها القدم ما في ديارهم في ديار آل محمد ما في ديارهم للخمر معتصر لكن في زمان المرجعية السستانية الخمور تنقل في أجواء العتبة الحسينية ومر الكلام علينا في الحلقة الماضية ما في ديارهم للخمر معتصر هؤلاء عباسيون ولا بيوتهم للسوء معتصم ولا تبيت لهم خنثة الشذوذ الجنسي الخنثة هؤلاء هم المخنثون المؤنثون الذين تحدث عنهم المأمون العباسي في رسالته لأعمامه المخنثين المؤنثين ولا تبيت لهم خنثة تنادمهم ولا يرى لهم قرد له حشم الحجر حجر إسماعيل في المسجد الحرام الحجر والبيت والأستار منزلهم وزمزم والصفا والركن والحرم هؤلاء آل محمد ولذا دائما حينما يتحدثون عن أنفسهم أنا ابن مكة ومنا ولا أنت كذلك وإنها لتتشرف بك إن كان القائل الحسين الشهيد أو كان القائل السجاد أو كان القائل الصادق أو كان القائل إمام زماننا فلأنت أنت ابن مكة ومنا وإنها لتتشرف بتراب أقدامك يا أيها الطاهرون المطهرون الحجر والبيت والأستار منزلهم وزمزم والصفا والركن والحرم وليس من قسم في الذكر نعرفه إلا وهم غير شك ذلك القسم صلى الإله عليهم أينما ذكروا لأنهم للورى كهف ومعتصم معكم معكم آل محمد لا مع غيركم ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم هذا هو الواقع المعروف عن العباسيين هذا شاعر من شعراء عصرهم وتلك رسالة المأمون هذه منهم وإليهم وما سطره المؤرخون حدثتكم عن الأمين البأبون وكذلك المأمون هو أيضا مأبون واقع التأريخ هكذا يتحدى العباسيون هم سادة اللواط وخلافتهم خلافة لواطية بامتياز نذهب إلى فاصل يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا الله يا أماد من لا أماد له يا سند من لا سند له يا دخل من لا دخل له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا مالا يا أليس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا الله ألغى خلسنا من ألمان الكسائي مثال من علمائي وفقهائي وقرائي وعلمائي النحو واللغة في زمان العباسيين كان يعتمد عليه الرشيد كثيرا وهو الذي ربى الأمين والمأمون معجم الأدباء لياقوت الحموي المتوفى سنة ستمية أو ستة وعشرين للهجرة كتابه المعروف إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب هذا هو الجزء الرابع من طبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ألف وتسعمية وثلاثة وتسعين ميلادي بيروت لبنان تحقيق الدكتور إحسان عباس صفحة ألف وسبعمية وسبعة وثلاثين رقم الترجمة سبعمية وثلاثة وخمسين علي ابن حمزة الكسائي صفحة ألف وسبعمية وتسعة وثلاثين وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعراب هذه أسماء معروفة في كتب التاريخ والتراجع وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعراب قال كان الكسائي أعلم الناس أعلم الناس في مجال تخصصه في القرآن قراءة وتفسيرا في اللغة والنحو في أمور الدين هذا هو الذي يقصده الأعلى كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه على رهق ما المراد من الرهق الرهق الحمق الخفة العربدة كان عربيدا كان عربيدا لأنه يعاني من حالة انتصاب مستديمة في ذكره هو يقول هو يقول في أشعاره وقال هذا الكلام لمن للخليفة هارون ما قاله لأحد من بسطاء الناس حين قدم شكوا للخليفة هارون قال له من أنه يعاني من حالة انتصاب مستديمة سأقرأ لكم الشكوى كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه عنده عربدة خفة ما هي هذه الخفة كان يديم شرب النبي الخمر كان يديم شرب النبي وماذا يفعل ويجاهر مجاهرة ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق الغلمان الروق بالضبط مثل ما حدثنا مرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوب وهذا ديوانه الذي قرأت ما قرأت عليكم من في الحلقات المتقدمة صفحة 340 حينما كان يقسم بمؤخرة غلامه الذي يعشقه افتراضا نظريا قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه انه يذوب يذوب في اردافه في مؤخرته قسما قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه الى اخر ابياته وما مر علينا في القصيدة الكوثرية لرضاء الهندي في الشطر الاول منها وهو يتغزل بغلامه ومعشوقه افتراضا هؤلاء هم الغلمان الروقة الذين كان يعشقهم الكساء ما هو ايضا الاعلى كان الكسائي اعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة الا انه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقة واحد يحشيها لا الله هو صحيح كان عركتي وفرقتي لكنه يا جماعة كأن ضابطا قارئا ضابط هضبط الا انه كأن ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقة صدوقة هذه الصدوقة من فوق من جو هذا الموضوع يحتاجنا مناقشة فهذا هو الكساء الذي يفتي مراجعنا العظام بان نقرأ بقراءته في الصلوات الواجبة مع العلم انهم يجدون الصلاة باطلة بذكر علي الذي يزين صلاة ويزين قراءتها ويطهرها ويطهرنا يطهرنا نحن المصلين حينما نذكر علي فذكر علي طهارة لألسنتنا ولقلوبنا ولعقولنا ولنوايانا ولعواقب أمورنا بحسب فتاوى المرجع الأعلام السيستاني وسائر المراجع العظام فإن الصلوات المفروضة تكون باطلة حينما نذكر أمير المؤمنين فيها وبحسب مراجعنا الكرام فإننا نقرأ بقراءة هذا الفرخش والعرخش والذين يقولون عن هم هم أصحاب القراءات ما هي القراءات لا علاقة لأهل البيت بها القراءات لسقيفة بني ساعد وهذا من علمائهم صفحة 1747 لازلت أقرأ من الجزء الرابع من معجم الأدباء لياقوت الحموي من مجالسات ثعلب ثعلب هذا العالم النحوي واللغوي المعروف من مجالسات ثعلب وصف ابن الأعراب الكسائي فقال كان أعلم الناس على رهق فيه يريد اتيان ما يكره لماذا من الذي يقول يريد اتيان ما يكره الذين كانوا يتحدثون في مجالس ثعلب ثعلب يقول ويقوت الحموي يقول يريد اتيان ما يكره لأنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلماء من هو هذا الكسائي العظيم هذا الذي أودع هارون عنده ولديه كي يعلمهما وكي يربيهما فإنه قد أحسن التربية والمثال الأمين هذا الكتاب بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات لجلال الدين أهسيوطي من أشهر علماء سقيفة بني ساعد المتوفى سنة تسعمية وإهدعاش للهجرة هذه الطبعة طبعة المكتبة العصرية صيد بيروت الطبعة الأولى ألف أربعمية وسبعة وعشرين هجري قمري الفين وستة ميلادي وهذا هو الجزء الثاني صفحة مية وسبعة وثلاثين رقم الترجمة ألف وسبعمية وواحد إنه علي ابن حمزة الكسائي وقال ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس ضابط عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبي ويأتي الغلمان هذه كتبهم كتب علمائهم إلا أنه كان يديم شرب النبي ويأتي الغلمان قلت لكم قبل شوية ودع البزون شحمه فهارون جاء بأولاده وسلمهم إلى هذا الكسائي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين ابن خل كان المتوفى سنة ستمية واحد وثمانين للهجرة هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان تحقيق الدكتور إحسان عباس وهذا هو الجزء الثالث رقم الترجمة 433 وبالمناسبة فإن شمس الدين ابن خل من علماء الشوافع ومن قضاتهم لكنه لوطي مشهور مشهور جدا فنحن نقرأ من كتب اللوطيين عن اللوطيين ابن خل كان لوطي مشهور من علماء الشوافع ومن القضاة وربما عزل عن القضاء لا لأنه لوطي فقط لأن لواطه قد اشتهر بشكل واضح وإلا فإن القضاة معروف عنهم القضاة المسلمون في الأعم الأغلب لوطي الحوادث موجودة في الكتب ويحيى ابن أكثر مثال فهو سيد اللوطيين في زمانه وكان نديما من ندماء المأمون المأمون حينما سمع بلواطه أرسل عليه فجعله نديما من ندمائه وجعله قاضي القضاة في الدولة العباسية اللوطية هذا الكلام ما هو كلام كتب التعريخ شاهدة كتبهم نفس هذه الكتب مشعونة بهذه المعلومات لو كان المقام لتفصيل القول في كل هذا لبصدت القول فيه فهذا الكتاب وفيات الأعيان مؤلفه لوطي شهير وهو يحدثنا عن الأعيان عين من الأعيان الكسائي رقم الترجمة 433 صفحة 295 يحدثنا عن الكسائي عن لوطي كبير يقول ويتحدث عن أحد القراء السبعة كان إماما في النحو واللغة والقراءات إلى أن يقول وكان يؤدب الأمينة ابن هارون الرشيد وكان يؤدب الأمينة ابن هارون الرشيد ويعلمه الأدب ولم يكن له زوجة ولا جارية حينما كان يعلم الأمين والمأمون هنا لم يشر إلى المأمون لكن هذا الأمر ذكر في كتب ومصادر أخرى فكتب إلى الرشيد يشكو كتب أبياتا إلى الرشيد من هو الكسائي قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي صار فيما بينك وبينه علاقة بحكم أنه صار مربيا لأولاده ما زلت صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي يعني ليس عندي من خادم ولا عندي من دابة أتنقل عليها منذ أن تفرغت لتعليمي الأمين قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي ما زلت مذ صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي وعلى فراشي من ينبهني يشير إلى ذكره وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي يريد أن يقول له ما عندي لا من زوجة ولا من جارية ربما هو تهديد مبطن للخليفة من أنني إذا كنت من دون زوجة ولا جارية وهذا منتصب فماذا سأصنع يا أمير المأبونين يا أمير اللوطيين يا هارون ما هو هارون حاله هكذا أيضا وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي أسعى برجل أسعى برجل منه ثالثة يقول أصبحت عندي رجل ثالثة يشير إلى ذكره لأنه في حالة انتصاب دائم أسعى برجل منه ثالثة موفورة مني بلا رجلي وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي يعني إذا صعدت على الدابة فإن ذكري يبقى منتصبا فيكون أمامي وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي فمن علي بما يسكنه عني فمن علي بما يسكنه عني وهد الغمد للنصل فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهام وجارية حسناء بجميع آلاتها وخادم وبرذون بجميع آلته برذون يعني فرس الفرس التركي يقال له برذون البرادين هي الخيول التركية هذا حاله حال الكسائي في حالة انتصاب دائم لذكره فماذا يصنع وهو يعلم أبناء الخليفة قم للمعلم وفه التبجيل هذا المعلم هو قائم وأشياؤه قائمة في معجم الأدباء في الجزء الرابع صفحة 1742 من طبعة المكتبة العصرية التي قرأت منها عليكم قبل قليل حادثة بشكل سريع أنقلها لكم لأن الوقت يجري سريعا أبو نؤاس وهو شاعر اللوطيين ما هم شعراء العباسيين شعراء لواط بشكل عام وعلماؤهم كذلك وخلفاؤهم كذلك العصر العباسي عصر لواطي بامتياز الوقائع لم تنقل إلينا بشكل كامل وتستر على ما تستر عليه ولكن خرج من كل ذلك الكثير والكثير بخصوص الخلفاء بخصوص العلماء والفقهاء بخصوص الشعراء والأدباء خرج الكثير والكثير بين أيدينا موجود إلى الآن أبو نؤاس كان يرغب أن يبوس الأمين لأنه كان من الغلمان الروق الذين يعشقهم الكساء ويعشقهم اللوطيون كالغلمان الذين يتحدث عنهم محمد سعيد الحبوبي وكذلك جعفر الحلي سيد جعفر الحلي رضا الهندي الشعراء الشعبيون الذين قرأت ما قرأت عليكم من دواوينهم هؤلاء هم الغلمان الروق وأبو نؤاس شاعر حاله كحال هؤلاء الشعراء الذين قرأنا ما قرأنا من دواوينهم إنه يعشق الغلمان وهو راغب في الأمين فقال للكساء أريد منك أن تسهل لي أن أمص وأن أقبل خد الأمين حيئ للأمر هذا الذي ذكر هل اتفقوا على شيء آخر نحن لا ندري نبقى بحدود الحكاية المذكورة إني أريد أن أقبل محمدا قبل الكساء خاف من هذا فهدده أبو نؤاس هدده وكتب بيتين أرسلهما إلى الخليفة هارون هكذا قال له قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب السخل هو الحمل ابن الماعز ابن الشات يقال له السخل وللأنثى السخلة قل للإمام أي لهارون قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب فالسخل غر يمكن أن يخدع لا زال صغيرا يشير إلى الأمين فالسخل غر وهم الذئب غفلته وهذا الذئب الذي عنده الذي ذكره ينتصب ليلا ونهارا وهم الذئب غفلته والذئب يعلم ما بالسخل من طيب ما فيه من لذة أبو نؤاس دفعها إلى بعض الخدم ليوصلها إلى الرشيد الخادم جاء بها إلى الكسائي هذه لو وصل للرشيد يجوز يجوز ينزل غاليا واير ينزل غواير على الكسائي هذا الخادم جاء بها إلى الكسائي لأن الخدم لوطيون أيضا ولوطي يدافع عن لوطي فلما فلما قرأها علم أنه شعر أبي نؤاس واحد يعرف الثاني فقال له ويحك هذا أمر عظيم قال لأبي نؤاس هذا أمر عظيم سأتلطف لك سأصنع حيلة رتب أمرا وبعد ذلك أبو نؤاس وصل إلى غايته من الأمين أنا لا أريد أن أقرأ التاريخ كله ولكن هكذا كانت تجري الأمور في قصور أمراء المؤمنين وفيما بين شعراء وبين علماء ولهذا حينما قسمت مستويات الشذوذ الجنسي فيما يخص المذهب الطوسي قسمتها وفقا لهذا التقسيم المستوى العقائدي الفكري المستوى الفتوائي المرجعي المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفان المستوى الواقعي العملي المستوى الاجتماعي المجتمعي هذا كله كان موجودا في الزمن العباسي وهذه أمثلة أمثلة على الخلفاء أمثلة على العلماء أمثلة على الشعراء الحكاية الحكاية كثيرة في كتب التاريخ والسيار هذه أمثلة سريعة ووجيزة جدا هناك ما هو أقبح وأقبح وأقبح مثلما أنني ما ذكرت لكم الأقبح والأقبح والأقبح بخصوصي المذهب الطوسي بقي عندي الكثير تصدقوني إذا أردت أن أستمر في الحديث عن هذا الموضوع سأحتاج إلى خمسين حلق ربما وربما أكثر هناك الكثير من المعلومات التي هي أقبح من التي ذكرتها لكنني فالترت هذه المعلومات حاولت أن أنقل ما يكون مناسبا للحرفية الإعلامية وإلا فهناك من قذارات حوزة النجاف وقذارات المرجعية وأولادهم وأصغارهم ووكلائهم ما هو أقبح وأقبح وأقبح لا يكون مناسبا أن ينشر على شاشة التلفزيون إذا وجدت ضرورة فإنني سأنشره على الإنترنت إذا وجدت ضرورة لأنه لا يناسب أن ينشر على شاشة القمر صفحة 1750 في يوم من الأيام كان الكساء يلوط بأحد تلامذته كان يدرس مجموعة من التلاميذ قطعا من أعيان القوم وكان يلوط بتلاميذه حكي عن أنه أقام غلاما ممن عنده في الكتاب وقام يفسق به في مكان الدرس وجاء بعض الكتاب بعض الأشخاص ليسلم عليه فرآه الكساء ولم يره الغلام كان يلوط بأحد تلامذته في المدرسة في مكان الدرس يبدو لم يكن في ذلك المكان إلا الكساء وذلك الغلام فأخذ يلوط به فدخل أحد الأشخاص الكساء رأى ذلك الشخص أما الغلام لأن وجهه كان بعيدا عن الباب ما رأى ذلك الشخص الكساء أخرج ذكره من الغلام وجلس لكن الغلام بقي على حالته لا يدري ماذا يصنع باعتبار أن الكساء لم يكن قد أكمل عمله فبقي الغلام على هيئته ركعا ساجدا كما يقول صفي الدين الحل في قصائده من أنه لا تقترب من المرأة هذا الشاعر الشيعي من علماء الحلة من علماء الحوزة الطوسية لا تقترب من الصبية لأنها تغم السماء برجليها وإنما اقترب وفعل بالغلام لأنه يركع لله ويسجد فبقي هذا الغلام راكعا ساجدا تلاحظون الوحدة المترابطة فيما بين القوم حينما أقول لكم المذهب الطوسي مذهب عباسي قذر هذا الكلام لم يأتي جزافا هذا الكلام نتيجة بحث طويل وتتبع دقيق وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه فرآه الكساء ولم يره الغلام فجلس الكساء في مكانه وبقي الغلام قائما مبهوتا على حاله لا يدري ماذا يصنع لأن الكساء لم يكمل معه هل يبقى أم أن يعود إلى حالته الطبيعية فلما دخل الكاتب قال للكساء ما شأن هذا الغلام بهذه الهيئة قائما قال الكسائي لأن هذا يبدو حاله كحاله له أطون جميعا قال وقع الفعل عليه فانتصب يعني صار منصوبا باعتبار أن الفعل إذا وقع على المفعول فإن المفعول في اللغة العربية سيكون منصوبا قال له وقع الفعل عليه فانتصب هذه الثقافة والأدب العباسي وهذه كتب التأريخ المشرقي للمسلمين تأريخ طايا حظه كتب طايا حظه خلفاء طايا حظه علماء طايا حظه مذاهب طايا حظه وهذا بسبب ابتعادهم عن منهج العترة الطاهرة هناك عترة طاهرة وهناك أمة عاهرة هذه هي الحقيقة من الآخر هناك عترة طاهرة محمد وآل محمد وهناك أمة عاهرة من سقيفة بني ساعد وإلى يومنا هذا وفي الجناحين في جناح سقيفة بني ساعد وفي جناح سقيفة بني طوس نذهب إلى فاصل اللهم إني سألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راح يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسم سبحانك يا الله الغاب يا يا عاصم من استعسم يا راح من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استکرم يا مرشد من استرشد يا سريخ من استصرخم يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاب 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 الوائلي يمدح العباسيين نثرا وشعرا لماذا علامة استفهام كبيرة أنتم أجيبوا على هذا السؤال رجاء اعرضوا لنا الوثيقة اثنين وثلاثين من الحلقة مية واربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي كان أطبح الناس كان الرشيد يلعبويا جبيدة يوما الأيام يلعبون قداع قمار فبأثنا القداع قمار قالت اشترطت إذا غلبته أن يحكمها بما تريد وفعلا غلبته قالها أنت محكم بما تريدين قالت لابد أن تضاجع مملوكتك جاريتك الضاجعها جارية من أقبح الجواري كانت نعم ضاجعها طلعت المأمون وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصوى يعني المأمون ما تلقى لنظير عند العباسيين أبدا مأمون روعة يعني فالنموذج جدا رائع مشرف وترى المأمون ماكو أروع منها ها لا تتصور يعني المأمون ما تلقى لنظير عند العباسيين أبدا المأمون روعة يعني فالنموذج جدا رائع مشرف رجاء أعيد بث الوثيقة كان أقبح الناس كان الرشيد يلعب ويه جبيدة يوم من الأيام يلعبون قداح قمار فبأثنا القداح بأثنا القمار قالت اشترفت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد وفعلا غلبته قالها أنت محكم بما تريدين قالت لابد أن تضاجع مملوكتك هاي جاريتك اضاجعها جارية من أقبح الجوارئية كانت نعم ضاجعها طلعت المأمون وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصور يعني المأمون ما تلقى لنظير عند العباشيين أبدا مأمون روعة يعني فالنموذج جدا رائع مشرف المأمون روعة الأحاديث عن آل محمد تلعنه وهذا يقول عنه روعة المأمون روعة يعني فالنموذج جدا رائع مشرف إلى الوثيقة رقم 27 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل وحتى المعتصم المعتصم إنما غزة عموري ليش غزة عموري لأن يجلوه الخبر أن يمرأ بربها مسلم بربها جلواج على ودها صاحة ومعصانا المعصم هذا هو نقلول الخبر قالوا له هاي مجبتك يعني استنجدت بيك صاحة وامعصانا ومتريدك بينما هي لا المرأة كانت يقول وامعصانا والرجل على هالكلمة جهز لجيش وغزل منطقة وحرر النشاء المسلمات وضرب مثل رائع بالمجبة زين إش ياريت عندنا شيء من أخوتهم أي والله ومن رجولتهم في تلك الأيام ما عدنا الآن مساء المسلمين في كل مكان تسبع وتضرب وإحنا تمام أخذ من عدنا خطب أخذ من عدنا اشتنكار اعتداد شديد اللهجة ما يقول يقول واحد من الصعراء رب وامع تصماح انطلقت ملأ أفواه الصبا والوثمي لامست أسمعهم لكنها لم تلامس مخوة المعتصمي اسمعي نوح الحزان وطردي وانظري دمع الوثام وابتني ياريت عندنا شيء من نخوتهم أي والله ومن رجولتهم في تلك الأيام يتمنى نخوة المعتصم ورجولة المعتصم المأمون حين بعث الرسالة إلى بغداد إلى بني العباس كان المعتصم في بغداد موجودا من جملة بني العباس حينما قال لهم أنتم مخنثون مؤنثون المعتصم كان واحدا منهم هذه قضية عمورية هذه لعبة من ألعاب السياسة ومضحكة ومسخرة الكلام لا يقف عند المجالس هذه المجالس تسمى باسم الحسين وفي هذه المجالس يُعلى شأن منظومة خفث الولادة يُعلى شأن برنامج إبليس وآله هذه خطة إبليس وآله ينفذها الوائل وغيره من دون أن يشعر لأن إبليس ينطق على ألسنتهم هذا ديوانه ديوان الوائلي طبعة مؤسسة البلاغ صفحة 345 القصيدة التي بعنوان بغداد نظمت عام 1960 ميلادي أول أبياتها بغداد ساء بك الهوى أم طاب سيظل وجهك رائعا جذابا إلى أن يقول الوائلي مادحا للخلفاء العباسيين ولقتلة أئمتنا المعصومين سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابة أي مجد مؤثل للرشيد الذي قتل إمامنا الكاظم ويظل للمؤمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب أي علوم وي آداب هذا قاتل الإمام الرضا وصدا لمعتصم يعد كتائب لنداء مسلمة دعت فأجاب وهذا قاتل إمامنا الجوات هذا المنطق منطق العترة الطاهرة منطق منظومة طيب الولادة أم هو منطق منظومة خبث الولادة هذا هو المذهب الطوسي القذر الذي أحدثكم عنه هذا شذوذ عقائدي يستبطن الشذوذ الجنسي لا أتحدث عن شذوذ جنسي عند الوائلي وإنما هذه ثقافة عباسية قذرة الثقافة العباسية القذرة تستبطن بنحو مباشر ونحو غير مباشر تستبطن مضمونها اللواطية الذي كان منتشرا في كل أنحاء المجموعة العباسية والتي ورثتها بعد ذلك المذاهب الخمسة المذاهب الأربعة مذاهب السقيفة بني ساعدة والمذهب الخامس القذر هو مذهبنا الطوسي مذهب حوزة النجف سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلباب ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحسان بن ثابت لازال روح القدس ينطق على لسانك ما كنت معنا ما كنت مع محمد وآل محمد ما كنت ما دحنا ما كنت معنا لأن النبي كان يعلم بأن حسان ابن ثابت سيتحول إلى جهة السقيفة الملعونة إلى جهة السقيفة بن ساعد وفعلا هذا هو الذي حدث النبي كان يقول لحسان ابن ثابت روح القدس معك ينطق على لسانك ما كنت معنا إمامنا الرضا قال لدعبل الخزاعي حينما أنشده التائية ووصل إلى ذكر الإمام الحج فقال يا خزاعي لقد نطق روح القدس على لسانك بهذه الأبيات بخصوص البيتين الذين ذكر فيهما صاحب الأمر لقد نطق روح القدس على لسانك روح القدس ينطق على ألسنة الصالحين من أولياء علي وآل علي لكن هؤلاء من أمثال الوائل هنا في هذه الأبيات ومن أمثال الحبوب في أبيات الخمريات واللواط وأمثال ذلك ينطق على ألسنتهم الشيطان النجس ولا ينطق على ألسنتهم روح القدس الشيطان النجس هذا هو الذي ينطق على ألسنتهم وإلا فما هو هذا المنطق ما هو هذا المديح نثرا وشعرا لأعداء العترة الطاهرة ولرموز الشذوذ الجنسي هذه ملامح وعلائم الضلال العباسي في المذهب الطوسي القذر الحكاية لا تقف عند هذا الحات هذا الوائل الخوئي في تفسيره البيان البيان في تفسير القرآن هذه الطبعة طبعة دار التوحيد للنشر والتوزيع الكويت سنة الطبع 1979 في حياة الخوئي 1979 ميلاد الخوئي وهو يتحدث عن الكساء باعتبار أن الخوئي تحدث عن القراءات السبع وتحدث عن القراء السبعة صفحة مية وخمسة وخمسين الكساء الكوفي هو علي بن حمزة إلى آخره وينقل عن الكتب التي ترجمت للكساء وعلم الرشيد أيضا كان معلما للرشيد الكساء ثم علم ولده الأمين وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعراب قال كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط الخوئي وضع نقاط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا ونقل الكلام عن معجم الأدباء الذي قرأت عليكم منه قبل قليل لياقوت الحموي لماذا تستر الخوئي على قضية إتيان الغلمان كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به نقاط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا قرأت هذا الكلام عليكم قبل قليل ومن المصدر نفسه من معجم الأدباء لياقوت الحموي وهو أيضا نقله عن معجم الأدباء في الحاشية أشار إلى المصدر أشار إلى معجم الأدباء لياقوت الحموي لماذا حذف الخوئي هذا الكساء من أعداء أهل البيت أنا أسأل الخوئي لماذا تمزق رواة الحديث لماذا تطعن فيهم من رواة حديث أهل البيت لماذا لا تتستر عليهم وأنت هنا في مقام مناقشة هؤلاء القراء ومناقشة القراءات مثلما أنت تكون في مناقشة أحوال الرواة فلماذا تمزق رواة حديث أهل البيت تمزيقا وتمزق أحاديثهم لكنك حينما تأتي إلى الكساء وهم الذين ذكروا في كتبهم من أنه كان يمارس اللواط هذا الكساء فلماذا يتستر عليه الخوئي ويجاهر بنقاط هذه النقاط ذكرتني بنقاط حسن الكشمير من داخل المدار قرأت هذا عليكم في شهادته في شهادته حسن الكشمير في الحلقات المتقدمة صفحة 135 تحت عنوان كن صهرا وإن كنت عهرا يتحدث عن أخيه مرتضى الكشمير إنه صهر السيستاني وأمير الشيعة في الغرب نصبه السيستاني أميرا على الشيعة في العالم الغربي صديق حسن الكشمير يقول لحسن الكشمير سمعت أنه مرتضى الكشمير يلهو ويختلي نقاط و و ونسمع عنه أشياء قلت نعم ولكن هون ما عليك فإنه صهر هذه النقاط مثل هذه النقاط فحسن الكشميري بحسب صديقه وضع النقاط تسترا والخوئي هنا وضع النقاط تسترا لماذا لماذا الخوئي يفعل هذا الكشميري ذكر حجته في ذلك في آخر الكتاب واعتذر للتأريخ وللأجيال القادمة وقرأت ما قرأت عليكم أما الخوئي ما هي حجته وهو في حال مناقشة للموضوع لماذا وضع نقاطا وترك الحقيقة ناقصة لماذا إذا رجعنا إلى علم النفس إنه يريد أن يتستر على هذا الشيء دائما لأن شيء هذا موجود في الواقع الذي يحيط به فمثل ما يتستر هناك يتستر هنا وإلا لا معنى لهذا الكلام ما أنت نقلت كلام ياقوت الحموي من أن الكساء كان يديم شرب النبيذ فهل شرب النبيذ شيء حسن شرب النبيذ شرب الخمور أساس المعاصي لماذا وضع الخوئي النقاط القضية واضحة حالة نفسية مثل ما يتستر على الأجواء المحيطة فهو يتستر على الكساء وأمثاله في كتابه هذا لكنه حينما يمسك بروات حديث أهل البيت يمزقهم شر ممزق وألف الكتاب ورجع مرة ثانية ومزقهم أكثر وأعاد طبع الكتاب وأراد أن يعود مرة ثالثة لكن أولاده وحاشيته منعوه منعوه لا لقضية علمية أو دينية خافوا من كلام الناس خافوا من كلام المقلدين وخافوا أن يعرض عنه المقلدون وبالتالي ستعرض عنهم الأخماس قلوا للجايسة وانت تلعبين تورطنا الناس تقول يوميا نبدل آراءك ونبدل فتاواك لا يقعد وانشب فبقي الكتاب على حاله من دون أن يصحه وهذه مسخرة يعني أن الذين يتصورون أن آراء الخوء هي هذه ليست بهذه آراء الخوء أقبح من هذه التي تذكر في كتابه معجم رجال الحديث لأن أولاده وحاشيته منعوه من أن يصحه قالوا لكافي صححت المرة السابقة أو مشت مو يوميا هزة مر يا نقلة نقعد وانشب فقعد الإمام الخوئي وانشب وبقي معجم رجال الحديث على حاله المؤسسة الخوئية العظيمة الجليلة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره ملخ هذا هو البيان الكتاب هو هو لكن طبع بعد وفاة الخوئي إنها الطبعة الثالثة 2007 ميلادي تلك الطبعة كانت 1979 ميلادي هذه الطبعة 2007 ميلادي طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي إيران قموا المقدسة ماذا قالت هذه المؤسسة في مقدمة الكتاب ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيقي وطبعي ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة هذه الأفكار المقدسة هي التي أنتجت لنا فتوى واحد يلعب بحوائج الثاني هذه فتوى مقدسة طبعا واحد يلعب بحوائج الثاني والنسوان وحدة يلعب بحوائج الثانية أفكار مقدسة هي هذه الأفكار المقدسة في تحقيقي وطبعي ونشري ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة إلى أن يقول على طريق إحيائي ونشري علوم أهل محمد والله أهل محمد براء منكم ومن علومكم هذه ومن ضلالاتكم هذه إذن هذه المؤسسة تقوم في تحقيق وطبع ونشر فماذا فعلت مؤسسة التحقيق والطبع والنشر في الموضع نفسه عند الكساء في صفحة مية وأربع في ترجمة الكساء وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعراب قال كان الكساء أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبي الموجود هنا ويجاهر بنقاط هذا الموجود في ترجمة الكساء الكوفي ويجاهر بنقاط ماذا فعلوا قالوا ويجاهر به بماذا يجاهر يجاهر بشرب النبي والنقاط حذفت هذه مؤسسات التحقيق والتزوير فإذا كان الخوئي بحسب علم النفس يتستر على لواط الكساء استجابة من وعيه الباطن لحالة موجودة في نفسه في حالة اللاشعور لأنه يتستر على اللواط من حوله فهو يتستر على الكساء ولكنه تستر بطريقة معقولة إلى حد ما فترك حرف الجر الباء ب ووضع نقاط الذي يقرأ الكتاب يستطيع أن يعود إلى المصدر كي يجد أن الكساء كان لواطا إلا أن الخوئي لم يظهر هذا الكلام مؤسسة إحياء آثار الإنهام الخوئي التي تقوم بالتحقيق قطعا والتطقيق من جهوة حذفت النقاط وحرفت الكلام كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به حذفوا النقاط ووضعوا ضميرها فصار المعنى من أن الكساء يجاهر بشرب النبيذ بينما الكلام في المصدر الأصل يجاهر باللواط باتخاذ الغلمان الروق إلى بقية الكلام لماذا فعلت المؤسسة هذا هل هي غبية إذا كانت غبية تركت الكلام على حاله هذا عمل شيطاني يريدون أن يبعدوا عن الذهن الشيعي أي شيء يلفت نظره إلى حالة الشذوذ الجنسي وإلى حالة اللواط في الواقع الشيعي العباسي لا يوجد تفسير منطقي وعلمي ونفسي إلا هذا التفسير تريدون أن تدافعوا عن عجولكم وعن هذه القذارة أنتم أحرار بالنسبة لي من خلال التتبع في الكتب ومن خلال التحقيق في الوقائع والحوادث والوثائق لا أجد تفسيرا غير هذا التفسير فهؤلاء هم خطباء الطوسيين ومراجع الطوسيين ومؤسسات الطوسيين تدافع عن النواصب لماذا؟ من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون لتغطية الشذوذ الجنسي عند أولئك اللعناء كي يبعد الذهن الشيعي أن يلتفت إلى الفساد العباسي الموجود في هذا المذهب الطوسي القذر النجس نذهب إلى فاصل يا عزيزاً لا يضام يا لطيفاً لا يرام يا قيوماً لا ينام يا دائماً لا يفوت يا حياً لا يموت يا ملكاً لا يزول يا باقياً لا يفنام يا عالماً لا يجهل يا صبداً لا يطعام يا قوياً لا يضعف سبحانك يا الله اللهم إني يسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا بارد يا ضر يا ناف سبحانك يا لغاة الغاة محنة الهروب من الواقع كتاب من كتب حسن الكشميري ومر الكلام عن حسن الكشميري في الحلقات المتقدمة في الصفحة السابعة والسبعين ذكر لقطتين صورتين سأذكرهما بشكل مقتضب سأقرأ موطن الحاجة مما كتب حسن الكشميري يقوم الحوزويون ورؤوسهم من الخط المقابل وهو خط الإمام الخوئي رحمه الله وخليفته من هو خليفة الخوئي السستاني حسن الكشميري موضوعه مفصل وأنا لا أريد أن أتناول كل الذي ذكره إنما أريد هاتين اللقطتين فقط لأنني إذا ذكرت بقية التفاصيل سأحتاج إلى تعليق وشرح وقت الحلقة انتهى هذا في الوقت المضاف على وقت الحلقة المقرر يقوم الحوزويون ورؤوسهم من الخط المقابل وهو خط الإمام الخوئي رحمه الله وخليفته من هو خليفة الخوئي السستاني وهو خط الإمام الخوئي رحمه الله وخليفته وبحساب وتنسيق يقومون هؤلاء وبحساب وتنسيق في إقامة مجالس يسمونها عيد عمر المراد التاسع من ربيع الأول مع أن الخوئي هو السستاني لا يعتقدان بأن عمر قد قتل في هذا اليوم وهما يرفضان ما جاء في الرواية عن أمير المؤمنين بهذا الخصوص بهذا المضمون يقوم الحوزويون ورؤوسهم من الخط المقابل وهو خط الإمام الخوئي رحمه الله وخليفته خليفته السستاني وبحساب وتنسيق في إقامة مجالس يسمونها عيد عمر وتبسط فيها الموائد وتتخللها أعمال قبيحة من قبيل إظهار العورة والكلام الرخيص والسفاسف المضحكة بدعوى أن هناك حديثا للإمام الصادق عليه السلام أن في هذا اليوم رفع القلام لا أريد أن أناقش التفاصيل لأنني قد حدثتكم عن مثل هذا وما كان يجري في مدينة العلم في الحي الذي يسمى بمدينة العلم في مدينة قم ما كان يجري في الثمانينات والتسعينات في أجواء الخوئيين والسيستانيين مر هذا الكلام حينما تحدثت عن فتوى الخوئي بجواز لمس عورة الرجل من قبل رجل آخر من وراء الثياب للعب فقط وليس لشيء آخر وتتخللها أعمال قبيحة من قبيل إظهار العورة والكلام الرخيص وأنا أوثق هذا الكلام وأصدق هذا الكلام هذا كان يجري كان يجري ولا زال يجري في مجالسهم وبالمناسبة عوام مشيعة لا يحتفلون هكذا هذه الاحتفالات خاصة برجال الدين عوام مشيعة يحتفلون في التاسع من ربيع الأول إما بإنشاد الأشعار أو إطلاق الزغاريد أو بتمثيليات يظهرون فيها البراءة من أعداء علي وآل علي وأنثال ذلك لا يفعلون غير هذا هذه القبائح قبائح المرجعية وقبائح الحوزة وقبائح الطوسيين ونقل صورة في الصفحة نفسها وأتذكر أنه قبض على مجموعة هذا في طهران وأتذكر أنه قبض على مجموعة من الشخصيات الحوزوية وبعض الخطباء الكبار وذلك وذلك في أواسط الثمانينيات وهم يحتفلون في هذا اليوم في التاسع من ربيع الأول وهم يحتفلون في هذا اليوم في شمال طهران في مكان سري ويتراقصون على أنغام الموسيقى ويتوسطهم غلام أرمني أمرد جميل ذو جدائل ظفائر ومر علينا هذا أيضا الغلام الجميل الذي له جدائل وظفائر في أشعار الحبوب وأشعار غيره ويتوسطهم غلام أرمني أمرد جميل ذو جدائل ثم يتعاقبون على ارتكاب بعض الأعمال الداعرة واللا أخلاقية معه يلوطون فيه يلوطون فيه ماذا يفعلون يلوطون فيه هذه الحكاية في وقتها انتشرت في إيران لها تفصيل لسنا بصدد الحديث عنه هذه أمثلة من واقع المذهب الطوسي القذر الحكاية طويلة 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 جدا بقي عندي كلام ما وجدت له وقتا فماذا أصنع نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر